بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الفيديو التاني من سلسلة دروس البي ام بي ان شاء الله على موعدنا للسبت القادم ان احنا نبدأ ننزل فيديوهات لأول شابتر بس حبيت ان انا نزل الفيديو ده بسبب ان انا لقيت بعض الاسئلة المطروحة على الجروب بتاعتنا على الفيسبوك وناس بتسأل اسئلة مختلفة فقلت اجمعهم يعني الاسئلة دي وارد عليهم بحيث ان الناس كلها يبقى وصلها الرد مش مجرد بس ايه الرد الفردي اللي تم نشره على الجروب اه نبدأ كده باستعراض الاسئلة كان واحد بيسأل هل المواد العلمية اه للمذاكرة هي بس اه البينبوك وريتا ولا محتاجين حاجة تانية فطبعا المواد العلمية بأكد ان هو البينبوك اخر اصدار اصدار الخامس اه ريتا حتى الان في اه الاصدار التامن وهنتكلم على حتة تغيير الامتحان بس خلينا الاول بس نقول ان اه بينبوك وريتا هما دول يعتبروا المصدرين الرئيسيين ليا وكان المهندس ضياء نزل على الجروب اللينك بتاع الماتيريال الخاصة بالبينبوك خمسة وريتا تمانية اه وبالنسبة للموضوع الاسئلة والمراجع التانية المهندس تامر محضر لنا مجموعة من الفولدرز بس انا ما حبيتش ان هما ينزلوا بادري على الجروب باعتبار ان احنا ما نعملش تشتت للناس لان اه جربنا قبل كده لما الناس بيبقى قدامها كتب كتير وماتيريال كتير كتاب كتب للامتحانات بتبدأ الناس تتلخبط وتبقى مش عارفة يعني تبدأ يمين ولا شمال فخلينا بس مركزين دلوقتي في خمسة وريتا تمانية وبقية الفولدرات يعني هي مرفوعة على النت بس فضل ان اللينك نبعته لكم انا هاجل ده بس شوية عشان يعني نبقى مركزين مع بعض في التارجت بتاعنا نيجي بقى الموضوع ريتا تمانية هل يعني الافضل ان انا اشتغل من ريتا تمانية او هل في اصدار تاني اه في تغييرات هتم على الامتحان التغييرات دي في بتاع الامتحان نفسه فبالتالي في الاسئلة ونوعياتها وايه مغطي ايه والكلام ده كله فمش هيأثر على العلم نفسه هو تغيير في الامتحان لكن نفسه هيفضل هو هو الاصدار الخامس مفيش اصدار جديد هينزل لغاية نهاية الفين وستاشر الكلام ده مش مش من عندي الكلام ده من على موقع البي ام اي هنا على موقع البي ام اي كاتب بيم بي اجزام ايز تشينجينج ان تو ساودان سستين في الفين وستاشر هيغير الاجزام وكاتب هنا تفاصيل التغيير هنيجي نلاحظ كده عند change include وكاتب تحتها عنصرين not change to the five domains of practice مفيش تغيير على five domains بتوعي الpractice اللي هما initiation planning لو المنهج نفسي addition of eight new tasks في تمانية تسكات جديدة في الامتحان هتبقى مضافة التاسكات دي فين موضحة يمفيه تلاتة تاسكات ادد في الانيشيشن اللي هي تاسك تو تاسك سيفن تاسك ايت وهكذا في اه واحد تاسك في البلانينج اتنين في الدومين التالت اللي هو الاكسكيوشن وهكذا فبالتالي مش فارق بالنسبة لي موضوع انا بدرس من ريتا تمانية ولا الاصدار اللي نزلته على الموقع بعد كده اه لا شك طبعا لو حد جابه من مكتبة او موجود يعني لا شك ان هو اضافة كويسة بس لو شغالين من ريتا تمانية مش هيفرق لان التغيير مش في العلم التغيير في الامتحان واضافات طفيفة مش حاجة كبيرة جدا طيب السؤال التاني نظام الشرح والمذاكرة هنشتغل ازاي مع بعض انا كنت شرحتها وكتبتها في الجدل الزمني بس يمكن مكتش واضحة قوي فهنقول ان احنا عندنا حداشر شابتر حداشر شابتر دول عشرة knowledge area وشابتر اولاني مقدمة كل شابتر فيهم هنقسمه ثلاث فيديوهات سبت واثنين واربع من كل اسبوع ويوم الجمعة هيبقى اليوم بقى الفند بالنسبة لنا اليوم الجميل بتاع الاسئلة هنبدأ نعدي على الاسئلة ونقراها ونشوف الاجابة ونحاول طبعا احنا يعني ايه نقول الاجابة قبل ما تتعرض في الفيديو وهكذا بحس يبقى في ايه تفاعل ويبقى بنعمل تقييم لنفسنا هل نحتاج تحضير قبل الفيديو لا شك يعني ان اي عملية تحضير كويسة يعني هتسهل عملية تحصيل المعلومات اللي في الفيديو لكن لو ما فيش وقت مش مش قضية والفيديو واحنا بنسمعه لو لقينا ان فيجي كلام مثلا مش مفهوم ومحتاجين ان احنا نعيده تاني نعيده تاني يعني نحاول نشغل فيديو اكتر من مرة لو وحضرنا قبله هيسهل علينا في ان احنا ما نشغلهوش تاني وكذا وبتختلف من واحد لواحد في واحد تبقى نسبة تركيزه عالية او بيقدر يحصل كل المعلومات بسهولة في واحد بيحصل تمانين في المية سبعين كل واحد على حسب مدى تركيزه وتحصيله يعني هل ملفات الفيديو كافية للدراسة ان شاء الله كافية للدراسة بس نحتاج طبعا لا شك ان احنا نبص على الاقل في البيم بوك جايد البيم بوك جايد نفسه الكتاب بتاع البيم اي هو الاساس بالنسبة لنا زي مسلا اللي بيدرس اا كونكريت مسلا او خرصنات بياخد المحاضرة وبيبص بعد كده في الكود بتاع الادزاين بتاع الكونكريت او اللي بيدرس اي علم من العلوم يعني مش عايز برضو الاسئلة كلها تبقى بس اا سيفل او مدني اا او الامثالة يعني تبقى محدودة في المدني يعني اا اللي بيدرس اي علم بيبقى طبعا فيه تكست بوك بيبص فيه وبيتفرج على الشرح مسلا او بيحضر المحاضرات فمش معنى ان هو حضر المحاضرات ان خلاص يرمي التكست بوك على جنب يعني اا فبالتالي هي الملفات كافية بس على الاقل محتاجين البين بوك معها السؤال اللي بعده هل يكفي بين بوك فقط مع ملفات الفيديو اا كافي هو طبعا السؤال كان يقصد على ريتا هل لازم ريتا ولا لأ ريتا بيساهل الشرح زي ما قلنا يعني بيحاول انه يشرح بزيادة انا ان شاء الله في الفيديو هكون بشرح بشكل ان شاء الله يكون كافي وبعد كده هنبص على التكست بوك اللي هو البين بوك لو حد بعد المرحلتين دول حس ان هو لسه محتاج زيادة يقرأ من ريتا لو حس ان هو خلاص مكتفي والامور واضحة يبقى خلاص مفيش داعي طب هيحس ازاي يعني السنس ده هيجي من اين ان هو الامور واضحة هيجي من حل الاسئلة يعني شوف كده مثلا موضوع حل الاسئلة هل وهو بيحل مع اول مثلا شابتر الامور بتبقى واضحة ولا لا حس ان هو لا الموضوع مش واضح وعايز يدخل في بريتا اتس اوكي طبعا هل نحتاج لعمليات مذاكرة او مراجعة لاحقا اا مراجعة لازم لكن مذاكرة ان شاء الله لأ مفيش احتياج لمذاكرة تاني هو التلات شهور اللي هنعودهم مع بعض اللي هما ال 11 اسبوع وبعد كده هنبقى خلصنا لسيكل بتاعت المذاكرة لكن لازم هيبقى فيه سيكل للمراجعة لسيكل دي هنبقى بنحل فيها اسئلة اكتر وهنكون بنعمل عمليات مراجعة يعني نراجع مثلا شابتر كله في يوم واحد ونبدأ نحل عليها اسئلة كتير مش مجرد بقى التلاتين سؤال اللي بيتعرضوا في الفيديو لأ هنبقى بنحاول نحل مثلا على شابتر الواحد مية وعشرين سؤال او مية وخمسين سؤال من الاسئلة اللي في برنامج الفاستراك ما هو معياركو ياس ماذا التحصيل هو الحل طبعا حل اسئلة وان انا اشوف نفسي هل بحل صح هل بستنتج صح طب ممكن اول خمس ستة اسئلة كده فعلا انا ما كنتش فاهم الفكر بتاعهم وان هو بيحاولي لخبطني في الاسئلة ويحاولي لخبطني سواء بالترمنولوجي او بان هو يجيب لي افكار متشابهة قوي او حلين اللي اتنين صح بس حل فيهم اكتر صحة والتاني اقل صحة فساعتها يعني بعد اول خمس اسئلة مثلا هبدأ افهم الموت دوت وهبدأ ان انا تجاوب لو في الاسئلة كلها بحلها غلط طبعا يبقى انا في مشكلة عندي لو حلت مثلا بنسبة ستين في المية صح من اول سايكل ده كويس اقل من في ستين انا بعتبره يعني مش كويس لان بعد كده الستين دي تزيد ان شاء الله لسبعين وتمانين وتسعين مع السايكلز بتاعة المراجعة السؤال بعد كده هل من ممكن ضغط جدول المذاكرة الجدول انا حاولت اسأل ناس كتير يعني وانا قبل ما احطته يعني سألت ناس من اللي هي الناس البروفيشنال اللي بتحاول تخلص بشكل سريع وسألت ناس من الناس العادية اللي بتحاول تخلص بس الوقت ما بيسعبهاش فحسيت ان التلات شهور ده هيبقى الوقت المتوسط اللي هو لا سريع قوي ولا بطيء قوي طيب ميزة الوقت المتوسط ده ان هو لو حد مسلا فاته محاضرة وكلنا بيجي لنا اوقات ننشغل فيها ونقدرش نتابع فلو حد فاته محاضرة محاضرتين يبدأ ان هو يلم اللي فات لو حد لا قدر له فاته شابتر كامل هيقدر ان شاء الله يلمه بسهولة ويتابع معنا وفي نفس الوقت اه الشابتر هيبقى عبارة عن مسلا تلات فيديوهات وكل فيديو تلات ساعة يعني الشابتر فرينجي ساعة الموضوع بس مش ساعة في الاسبوع لو انا قدرت كمان هبص في البينبوك وهاخد نوتس واسجل النوتس دي في كراسة كويسة محتاج ان انا ازود بصيت على الكتاب ريتا فتحت وقلبت فيه شفت معلومة جديدة اخدتها وحطتها في النوتس بتاعتي وهكذا فده هيكون ان بتوين هيكون ما بين كل محاضرة او فيديو والتاني فبالتالي يعني الجدول بالشكل ده يعني انا احس انه هو معقول عشان ما نبقاش ايه اه بنسارع على الفاضي وكنا شوفنا يعني تجارب اكتر من كده الناس حاولت انها تضغط والضغط ده يعني ادى بيها ليأس واليأس قعد سنة سنتين وهكذا فما فيش داعي للضغط خلينا ماشيين بمعدل معقول ونحاول ان احنا يعني بقى ايه اه ماشيين بمعدل منطقي شوية يعني طيب ماذا عن التغيرات لسا يقوم بها معهد بهم ما ايضا انا ذكرتها في اول نقطة التغيرات بس على الاتابيز فاعت الاسئلة على الاسئلة نفسها فبالتالي يعني اه محدش يلا المنهج هو هو وفي النهاية يعني العلم واحد او لوب العلم واحد قد يكون التغيرات اللي بين اه فيرجان مسلا او بين بوكا فور وفايف ما كانتش كبيرة قوي هما ممكن يكونوا ضافوا جديدة لستيك هولدر بس كل الناس اللي كانت درسة قبل كده عارفة ان هي كانت الستيك هولدر دي كانت موجودة معظم البروسيس اللي فيها جوه الكمنيكيشن فهو فصلها بس وعمل ستيك هولدر جديدة ما قالفش علم جديد يعني بس فصل اه او يعني ارجانيزيشن بس ارجانيزينج للماتيريال وبدأ ان هو يحط بعض البروسيس اللي كانت منسية مثلا زي بلان سكوب بلان سكاديول بلان كوست فعلا البروسيس دي كانت منسية وكان اللي بيادرس حتى اصدارها اربعة كنا بنقعد نتكلم ونقول هو ليه ما بيحطش بروسيس بالشكل ده البروسيس دي موجودة في بقية الحاجات زي مثلا في الكواليتي في الريس كتاب ليه مش موجودة هنا وهنا فهم فعلا يعني كانت منسية وحطوها اه فمحدش يتوقع ان لوب بالعلم او اساس العلم او السكيلز نفسها اللي هيكتسبها من الماتيريال هتختلف من فيرجن لفيرجن لا لا يكاد الاختلاف ده يقل عن تلاتة في المية مثلا ما بين فيرجن والتاني لكن بالنسبة لنا بنأكد على ان الماتيريال نفسها موجودة معنا لغاية نهاية الفين وستاشر معنا سنة كاملة هتفضل بنفس الماتيريال دي اه ما فائدة اجتياز الامتحان اذا كان الاهم هو التعلم يعني لا شك طبعا الامتحان مهم مش هنقع الاول خلينا نتكلم على التعلم ماشي التعلم جميل طبعا هو الاساس وهو الهدف من الموضوع ان انا احصل العلم وان انا فعلا ابقى قادر ان انا طبق الكلام ده ويبقى عندي السنس قوي ولما بحد يتناقش معي اعرف المصطلحات اللي بتناقش بها وارد عليه واقدر ان انا كمان بقى سباق واقدر ان انا اقول رأيي ايه من وجهة نظر علمية اا لكن بالنسبة لاجتياز الامتحان اا الكل ملاحز ان الوضع الاقتصادي في العالم كله مش بس في العالم العربي في العالم كله بيبقى في النازل شوية وسعر الدهب دليل على ذلك يعني فلا شك ان الفترة الجاية ممكن قد يكون فيها ركود اقتصادي شوية فمحتاجين ان احنا ما نبقاش اقل من الناس اللي حوالينا الناس كتير بقى وقد يكونوا يعني ممكن ايه اا يعني منهم الخبرة مش عالية منهم الخبرة قليلة فمحتاجين انه يبقى كلنا عندنا نفس النولدج دي ونفس السكيلز وفاهمين نفس التولز والتيكنيكس وبنتكلم بلغة واحدة خاصة ان هي لغة مجمع عليها من من كل الناس يعني او معظم الناس اللي بتكلم في البروجيك مانجمينت شايفين ان الكتاب ده يعني من افضل الكتب اللي اتعاملت او من افضل منهجيات اللي اتعاملت لادارة المشروعات طيب هل سيتم تناول الفصول بالترتيب خاصة الكسير يونادي بتاجيل فصل الانتجريشن الفصل الانتجريشن هو الفصل اللي بعد المقدمة على طول الشابتر يعتبر اول نولدج ايريا عندنا فاول نولدج ايريا اللي هي الانتجريشن هي عبارة عن تكامل جميع العلوم نفسها او تكامل جميع ممكن نسميها نولدج ايريا اللي هي فروع العلم تكامل جميع فروع العلم طب فروع العلم احنا لسه ما درسنا هاش احنا لسه هندرسها بعد كده ليسكوب وطايم وكوست وكواليتي وهكذا طيب ازاي عمل لها تكامل من قبل ما كون عرفتها فطبعا يعني وجهة نظر قوية مش ضعيفة بس احنا حابين نحنا ندرس الاول الانتجريشن بصورة اولية ومن غير ما نحل عليه اسئلة نبقى خدنا فكرة عن الانتجريشن بيتكلم ازاي وبعد نهاية الكورس هنعيده تاني بس هيبقى معاه الاسئلة يعني اول مرة هنذاكره بدون اسئلة وتاني مرة هنذاكره مع الاسئلة لماذا لانا استعن نشر على الجروب طبعا بيقصد الجروب تاعت الفيسبوك اللي هي خاصة بالستادي جروب بالعكس لا السؤال يبدو كده كان فيه سياسة ان فيه حظر نشر وكلام من ده لا بالعكس يعني النشر كتعليقات مفتوح لكن ليه مش مفتوح كبوست مش مفتوح عشان التنظيم بس يعني مثلا لما بتلاقي عندك على المكتب مجموعة من الاوراق انت حاطت كل الاوراق قدامك على المكتب هي كلها قدامك بس هتعرف توصلها بصعوبة اي نعم هي قدامك مش بعيدة عنك بس هتعرف توصلها بصعوبة لما تحطها في المكتبة مثلا او في الدولاب الخاص بالتنظيم كل واحد جوا فولدر هيبقى لسه هتقوم لغاية الدولاب عشان تدور عليهم بس لما هتقوم هتلاقي الموضوع منظم نفس الحكاية انت دلوقتي لما تلاقي البوستات اللي على الجروب فقط عبارة عن الفيديوهات بالتسلسل بتاعها او التسلسل اللي هيرجل لنا الفيسبوك على حسب الإعداد اللي بينزل على كل واحدة بس هي فقط الفيديوهات وكل فيديو عبارة عن طبق من طبيكس بتاعتنا يعني شابتر الجزء الاول منه وجزء التاني وجزء التالت والشابتر اللي بعده جزء اول وجزء تاني وجزء التالت وهكزا فبالتالي هي ملفات الفيديو فقط أيbeasy بقاء يركب تعليقات إلى الفيديو يعني يجو على الفيديو يجو يجو على كومنت وممكن courtroomhar agesic صلوات ميجابا ما ادعمل شو قول هقول له ما هو نفس الحكاية انت لو كنت حاطت بوستات مختلفة على نفس الجروب هتوصل لها برضو بالعافية بس الفرق ان هنا انت عارف انت بتدور فين ومسألة بس وقت ان انت عملت سكرول مثلا لغاية ما توصل لها لكن انت في نفس البوست نفسه لكن لما يبقى الموضوع متنوع ومتشعب وناس بتضيف متيريال تانية من برا وناس بتضيف حاجات تانية اللي بيجي يدور بعد كده على بوست قديم عشان يعرف يوصله بيجد صعوبة فالموضوع مش حظر نشر اطلاقا يعني لا الموضوع بس ايه ان الموضوع يبقى منظم زي المسأل انا قلته لما بقى عندي دولاب وفي فولدر كل فولدر مسلا باسم مشروع مسلا وليكن في الشغل عندي باجي افتح الدولاب عارف ان المشروع ده بتاع الفولدر ده بتاع المشروع ده افتحه الاقي مسلا ورق بقى جوه ابدأ افر بقى فيه وكذا لكن سهولة الوصول يعني هو الهدف سهولة الوصول زي السؤال اللي بعد كده اخدت الكورس من الفين وسبعة هل تعد شهادته صالحة لتقدمها المعدة البي ام اي ولا لا اه هي طبعا البي ام اي بيشترط بعض الاشتراطات اه بتكون الاشتراطات دي عبارة عن خبرات عملية وبيشترط كمان شهادة لتدرب خمسة تلاتين ساعة كنا اتكلمنا عنها المرة الفاتت الخمسة تلاتين ساعة دول في ادارة المشروعات بيشترط ان سواء الخبرات العملية او الشهادة تكون في اخر ثمان سنوات اللي قدامنا ده ده صفحة من الجايد الخاص بالتقديم لامتحان البي ام بي Ну هو كاتب يعني توبي اللجابل فور ده ب بينبي كذنشيال تو ميت سيرتين قنل الانبريشنال اي بروفاشنال اي بقى في خبرة اي دعني اديكيشنال اي بروفيشنال يعني التعليميه يقصد بيها الkry falshet per 30 ساعة وال Walking ép الكواجرات العمل Safungегодو اي سمي باسمي sy boats du b explain ، المرة الاولنية سميها talks educational and professional experience والمرة التانية عندما يتكلم عنها قال All project management experience must have been accrued within the last 8 consecutive years فبالتالي هو بيتكلم في اخر 8 سنوات نكون حصلنا الحاجتين دول لو نبص كده على الجدول اللي موجود فيه سطرين السطر الاولاني خاص بالsecondary degree الناس اللي معاش باكاليليوس اللي هو الاربع سنوات السطر الثاني خاص بالfour year degree bachelor's degree or global equivalent وفيقول نو عايز minimum 3 years ثلاث سنوات شغل 36 months unique non overlapping professional project management experience during which at least 4500 ساعة were spent leading and directing the project وكاتب بعد كده 35 contact hours of formal education 35 ساعة ملخص الحاجتين ان احنا عايزين خبرة 3 سنين و 35 ساعة كورس او عدة كورسات في project management السؤال اللي بعد كده متى نقوم بالتسجيل الامتحان وما هي شروط تسجيل يعني شروط تسجيل اتكلمنا عنها ومتا نقوم بالتسجيل يعني مفيش دعي الاستعجال البروستس سهلة جدا مفيش اي مشاكل يعني في ناس مش عايز اقول في نص ساعة كاتمسجلة الامتحان ومخلصة كل البروستس موضوع بسيط وحتت بقى ان هو يعني هياخد وقت عشان لو حد جاء له audit او كده الموضوع ما بيطولش يعني في موضوع audit برضو فما فيش دعي ابدا للقلق من البروستس دي وهننزل لها فيديو ان شاء الله لكيفية تسجيل وكيفية عمل عضوية اعتقد ان كان فيه فيديوهات على الشانل بتاعتي كدت قديمة شوية من ممكن من اربع سنوات على الموضوع ده بس ان شاء الله هننزل فيديوهات تانية خاصة بالعضوية وخاصة بالتسجيل الامتحان موضوع بسيط جدا 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 اهم شيء بس نهتم بتحصيل العلم نفسه لانه ده التشالنج الرئيسية زي ما قلنا بالنسبة لنا هي تحصيل العلم فما فيش حد يعني يبقى مستعجل كده لتسجيل الابليكيشن ده هيجي مع الوقت يعني بكده هتكون الاسئلة انتهت كنت حابب بس اذكر برابط الجروب بتاع الفيسبوك لو ناس لسه مش بتتبعنا على صفحة الفيسبوك او الجروب اللي موجود على الفيسبوك هو اللينك بتاعه www.facebook.com على groups على pmp.sg والرابط قناة اليوتيوب هو www.youtube.com على user على امساعدان يوتيوب يعني اشوفكو في الفيديو القادم وبالتوفيق ليكو جميع ان شاء الله اشتركوا في القناة